لا يقتصر الخطر في عرض بحر غزة على الأمواج العاتية فعلى بعد أميال من شواطئها تتمركز بحرية الاحتلال بزوارقها المدججة بالسلاح لتتفنن في أساليب ملاحقة الصيادين الغزيين على لقمة عيشهم ومطاردتهم بالنيران لزيادة معاناتهم معاناة البنعانية هي الحصار البحر المفروض علينا أنه أكثر من 17 ثانية اللي بتمثل بتقليص مسافة الصيد من 12 إلى 5 إلى 4 إلى ولا حاجة الظاهر اللي هي عملية مصادرة القوارب وإطلاق النار اللي بنتعرض لها يوميا واللي أثرت عليه أنه مشكلة عامة مع قطاع غزة ممكن أن تتفاجأ في أقفر قريب العاجل لأنه شريحة الصيادين اللي هي الحسكات الصغيرة المحركات لتوقف عن العمل بالشكل كامل لعدم دخول أكثر من 17 سنة محركات الصيد حد أو قطع غياء لهم لا تنتهي معاناة الصيادين الذين يقوموا الاحتلال باعتقالهم في المسافات المسموحة للصيد من قبل الاحتلال بالإفراج عنهم ولكن تبدأ من حيث مصادرة الاحتلال لمراكبهم ومعداتهم ما ينهي الأمر بإضافتهم لقائمة العاطلين عن العمل نحن أمام عمليات متراكمة من المعاناة من يفقد قاربه أو يتم مصادرته في ميناء زدود يصبح بدون عمل يصبح بدون دخل الله أعلم يتم الإفراج بعد سنة بعد سنتين حتى لو تم الإفراج يفرج عن قارب مكسر قارب خربان لا يصلح للعمل تجاوزت جرائم الاحتلال وانتهاكاته للعهود والمواثيق البرة إلى البحر وحولت صيد الأسباك في غزة إلى مهنة خطرة أكثر من مائة وثمانين حالة انتهاك منذ بداية عام الفين وثلاثة وعشرين رصدتها مؤسسات حقوقية وهو ما يعني أن الصيادة بات يواجه الاحتلال واعتداءاته بشكل يومي يتعرض الصيادين لكثير من الانتهاكات من قبل صوتات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الفين وثلاثة وعشرين نحن نتحدث عن مية وتمانين انتهاك ملحوق بإطلاق نار من قبل قوات البحرية الإسرائيلية أصفر عن مصادرة ست قوارب باعتقال تسعة عشر صياد وهناك احد عشر إصابة لصيادين هذه المعاناة الواضحة فيها مخالفة واضحة لالتزامات إسرائيل الدولية المنصوص عليها في اتفاقي جينيف الرابعة كمكون مركزي ورئيسي من مكونات القانون الدولي الإنساني تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية بحرا وبرا وجوا في محاولة منها للسيطرة على السواحل الفلسطينية وخلق سياسة الأمر الواقع على الأرض من غزة أماني كساب تلفزيون فلسطين